أهلا بكم مرة ثانية تعالوا يا حضرات نروح ونتعرف على آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة وفروع المختلفة من خلال زملتنا العزيزة مريم سميح هي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات عليك يا مريم اتفضلي احنا سمعينك صبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهاندو بصبح على كل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا جولتنا النهاردة هيكون فيها مختلفة لأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي الفرق الرياضية الأخرى طبعا وأيضا يعني أنشطة اللجان الخاصة بالنادي الأهلي ولكن خليني الأول طبعا أضم يعني صوتكم وأبارك لأكيد فريق ياد الأهلي طبعا بمناسبة فوزه على مدر السعودي وطبعا أكيد هيكون فيه مباراة هام غدا إن شاء الله أمام بمفيكا البرتغالي في تمام الساعة الرابعة إلى ربع وده طبعا هيكون بطاقة التأهل إن شاء الله أو هيحسم التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية سوبر جلوب وكمان خليني أقول لكم كده يمكن إحنا النهاردة منذ تواجدنا من الصباح الباكر داخل النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة أنه كان فيه توافد كبير جدا من الأعضاء خليني أقول أنا ليه بذكر يعني توافد الكبير من الأعضاء لأن الحقيقة يمكن اتكلمنا معاهم أو اتكلمت معاهم بشكل شخصي فيه توقعاتهم لانطلاقة النادي الأهلي طبعا في بطولة الدوري أو يعني الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الممتاز طبعا نادي الأهلي أمام الإسماعيلي والحقيقة أن فيه توقعات كثيرة جدا تدور ما بين يعني كلها طبعا أكيد رايحة لأتجاهات فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي فيه أولى مبارياته في بطولة الدوري ولكن يمكن توقعات كانت كلها بتدور حول 2-0-3-0 وأيضا 4-0 فإن شاء الله يكون الفوز هو حليف النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة فيه أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز وبذكر طبعا فوز يعني فريق يد الأهلي طبعا الحقيقة أن جميع الفرق الرياضية الأخرى حققت إنجازات كبيرة جدا يعني مساء أمس فيه جميع البطولات الحقيقة خليها نبدأ باق اليد واستكمالا لفوز يعني رجال يد الأهلي الحقيقة النشاءات يد الأهلي كمان حققوا فوز مهم جدا طبعا موليد 2006 ده طبعا على نادي مدينة نصر بنتيجة 41-25 ده طبعا فيه منافسات بطولة منطقة القاهرة أيضا شباب يد الأهلي موليد 2002 حققوا الفوز على جزيرة الورد بنتيجة 33-22 ده طبعا فيه منافسات بطولة دوري المرتبط ده طبعا خلينا ننتقل أيضا للسلة وإنجازاتهم الحقيقة إن سيدات سلة الأهلي حققوا الفوز على مدينة نصر بنتيجة 75-25 حقيقة فرق سكور كبير جدا والحقيقة إن كانت مباراة يعني سيطر عليها سيدات سلة الأهلي بشكل كامل إلى وصلت النتيجة لـ 75-25 ده طبعا فيه منافسات بطولة دوري المرتبط أيضا يعني بنات سلة الأهلي 16 سنة حققوا الفوز أيضا على مدينة نصر بنتيجة 36-35 فيه منافسات بطولة دوري المرتبط وأخيرا يعني يمكن سلة الأهلي أو يعني شباب سلة الأهلي 18 سنة حققوا الفوز على نادي الطيران بنتيجة 67-30 أيضا هو برضو سكور كبير جدا في هذه المباراة طبعا فيه منافسات بطولة منطقة القاهرة وزي طبعا ما احنا بنهتم بالألعاب الجمعية في النادي الأهلي أكيد طبعا احنا عارفين أن النادي الأهلي دايما يعني بيكون سبب فيه إخراج العديد من الحقيقة الأبطال الفرديين وده اللي هنتكلم عنه في الخبر المقبل الحقيقة طبعا أن جميلة أشرف لعابة الكرتيب النادي الأهلي حققت إنجاز كبير جدا وإنجاز مميز طبعا فيه بعد حصولها على المركز الخامس في بطولة اسطنبول الدولية المفتوحة بتركيا في منافسات الكاتا وده طبعا فيه أول مشاركة للعابة جميلة أشرف فيه بطولة دولية وكمان يعني يمكن الإنجاز ده جي بعد مشاركة جميلة في هذه البطولة الحقيقة أن الإنجاز الأكبر أن منافسات الكاتا دي تحت السبع سنوات والحقيقة أن جميلة أشرف لسه لم تتم ست سنوات بعد وهي أصغر لعابة في هذه المنافسات أو منافسات الكاتا على التحديد والحقيقة طبعا أن مجلس إدارة النادي الأهلي وبالتحديد جهاز الكرتيب النادي الأهلي اتمنوا طبعا يعني التوفيق لجميلة أشرف في كل خطواتها المقبلة لأن الحياة طبعا بدايتها مباشرة الحياة زي ما احنا قلنا أنها لم تتم بعد الست سنوات فأكيد هتحقق إنجازات كبيرة جدا خلال السنوات المقبلة أخيرا بقى ننتقل لأنشطة اللجان طبعا لجنة الشباب تحت إشراف اللجنة العلية للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنازي الأهلي اعلنت الحقيقة عن بطولة عائلة النادي الأهلي للبلاي ستيشن حقيقة إن البطولة دي هتقام بعد غد الجمعة طبعا في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وهتبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء وطبعا أكيد هتكون بطولة مميزة لأن الحقيقة يعني جديدة أو فريدة من نوعها بالنسبة لجنة الشباب اللي طبعا أكيد كل يعني الأنشطة بتاعتها بيكون جديدة جدا في طبعا أنشطة النادي الأهلي طبعا دي كانت كل أخبارنا المتعلقة برياضات الأخرى وأنشطة اللي جان وطبعا زي ما أنا قلت في البداية بنتمنى الفوز للنادي الأهلي النهاردة على الإسماعيل وبنتمنى طبعا أكيد تأهل يعني رجال يد الأهلي غدا إن شاء الله على بن فيكا البرتغالي وتأهلهم لنصف نهائي بطولة سوبر جلوب إن شاء الله بنشهرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة جزيل الشكر زمنتنا العزيزة مريم سميح